ازايك يا جماعي يا رب تكونوا بخير وبافضل حال دايما وان شاء الله النهاردة انا رجعت لكم في فيديو جديد وللأسف فيديو النهاردة على قد ما هو فرحني على قد ما انا زعلان جدا وحزين جدا بس الحمد لله طبعا قدر اللهم واشاء فعل طبعا انا في الفيديو ده هوريكم البطة ديت المفروض معدها كتطلع النهاردة هوريكم ايه اللي حصل معها بالزبط وطلعتلي كم بطاية وكم واحدة و ايه اللي حصل مع البيض ولا ايه اللي حصل مع البط اللي جوه البيض والله الحمد الله انا هوريك كل حاجة في الفيديو هتشوفوا كل حاجة عملي وهقول لكم الاسباب وليه ده كله حصل المرة دي برغم ان البطة التانية زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي فات البطة بسم الله ما شاء الله عليها مطلع البط وزي الفل بس هو كل شيء نصيب وطبعا ده رزقه ربنا كاتبهولي وكاتب لي ان ليه في قد ايه حتى لو كانت البطة دي بيضالي خمسين بيضة بقدام ربنا كاتب لي الرزق ده يبقى هو ده اللي انا هشوف بس الحمد لله طبعا قدر لو ما شاء فعل انا بقى هوريكوا الوقتي كل حاجة بنفسكم طبعا البطة دي يا جماعة البكرية دي مش عاية ايه البطة دي لسه اول وشي لها خالص آآ بس الحمد لله طبعا على اللي حصل هي بسم الله ما شاء الله عليها هي بصراحة في التحضير النوضيفة جدا آآ بس هو في الاول وفي الاخر انا برجع وبقول نصيب اني ربنا يكون رايد ان دوت هو اللي يحصل طبعا آآ انا هوريكوا الوقتي ايه اللي حصل ولا ايه الجرف البيض ولا البط اللي تحتها ده عامل ازاي ولا ماله كل ده هوريه هوريه لكم في الفيديو ده بس يلا بقى اعملوا ليه لايك على الفيديو واشتركوا عندي في القناة او بتشوفوني الاول مرة وفعلوه زر الجراز على كلها عشان وصلوا كل جديد من عندي آآ اللهم صلى على النبي البطة دي يا جماعة المفروض انها كانت تطلع آآ النهاردة او عمتا كانت المفروض تطلع مبارح بس انا طبعا عارف ان البط ممكن يطول يوم او اتنين او تلاتة انا عملت ايه مع البطة ديت انا البطة ديت آآ البيت دوت بدأ انه هو ينقر من يوم تلاتين في الشهر والنهاردة اتنين ستة يعني بقاله بالزبط اربعة ايام عمال بينقر جوه البيضة انا رشيت له شيح ورشيت مية وعملت اللازم كله بس للأسف آآ الخسائر قوي كانت كتير في البطة دوت وفي البيض اللي تحت البطة ديت يعني برغم ان البطة دي لو تفتكرهم البطة ديت اللي باضت معي واحد وعشرون بيضة وده اول عش لها بس مع الاسف فهي كانت بيضة في ايام وحشة وحشة بمعنى ايه ان هي كانت بيضة في الايام اللي كانت جوه حر فيها جدا فكانت عمتا البيض عمتا كان دايما سخن بالنهار بيبقى سخن وبالليل بيبقى يعني مواس سخن بيبقى سائع فطبعا اول حاجة خالص كانت سبب في ان البيض للأسف يبوز مني دي اول حاجة تاني حاجة اللهم صلى عنابي اه البيض من شديد الحر البطة نفسها اتخنقت جوه البيضة ما قدرتش انها تخرج وده اللي هوضحه معكم الوقت الوقتي شايفين المنزر ده دي بيض انا مفتحه زي ما انتم شايفين البطة ما اكتملتش جوه البيضة زي ما انتم شايفين اهو طبعا شايفين البطة ما اكتملتش جوه البيضة يعني جات على اخر يومين والبطة ماتت جوه البيضة طبعا البيض ده كل ضايز زي ما انتم شايفين ازرقها وتعالوا بقى الوقتي هوريكم الاول البيض احنا ازاي بنعرف ازا كان البيض الجانين مايجوه ولا لا اعملي وبعد كده هكمل معاكم الفيديو واوريكم البطة طلعت قد ايه بس ما تنسونش في اللايك وتابعوا معي الفيديو للاخر وزي ما انتم شايفين يا جماعة ديت البيضة ايه احاول بس ان انا باينها لكم ايه من جوه ايه مفهاش حركة خالص الجانين اللازق في ظهر البيضة ازاي يعني يا فهي الجانين بس للاسف الجانين مات برغم ان انا عملت لهم كل حاجة رشية شيح ورشية مية وعملت كل اللازم بس مع الاسف ادى الجانين هو تميت جوه البيضة ما بيتحركش اعاريكم برضو التانيين احنا بنشوف يا جماعة من الحتة اللي تحت اللي هي العريضة دي شايفين يعني حتى الجانين دوت كان بيحاول يفتح شايفين ونقروا فين يا رب بس يكون واضح معاكم ونقروا هنا اهو لو تشوفوا كان بيحاول يخرج وللاسف آآ مات جوه البيضة اهو وما فيش اي حركة طبعا البيضة كله انا هكسره معاكم برضو عشان اوضح لكم اكتر وهوريكم بس عشان في ناس ممكن تستعجل على البط وانها آآ بترمي اللهم ما صلى على النبي البط هو لسه عايش فلازم نعمل الخطوة دي نكشف زي ما انتم شايفين شايفين ما فيش اي حركة جوه خالص في البيضة يعني منقر الجانين اهو لو تلاحظوا ما هتلاقي هو اللي في بوز البيضة من فوق ده للأسف ميت ما فيش اي حركة منه خالص نيجي نشوف تلات بيضة شايفين الجانين جوه البيضة ازاي اهو ده كله الجانين بس للأسف ميت ما فيش اي حركة خالص طب ايه الاسباب ده كله بسبب الحر يعني يعني هو الحمد لله انا ربنا ما كانش كاتبلي في دول حاجة وطبعا انا راضي جدا باللي طلعولي سواء الاتنين او التالتة اللي معهم بس التالتة للأسف هتموت آآ فانا الحمد لله انا راضي جدا يعني ربنا اكرمني من البطة الاولانية ودي البطة التانية هي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل انا راضي جدا بس يا جماعة الحر للأسف بسبب ان هو يوم حر قوي ويوم يعني وسط فالبيض بيسخن زيادة عن اللزوم فالأسف هو ده السبب في ان دايما عندنا البيض يجبس في الحر هو ده اللي يخلي البط يموت جوه البيضة يعني هو الجانين مكتمل بس للأسف بيموت حتى يعني انا رشت له الشيح هو رشت المية وللأسف ما جابهوش اي نتيجة والجانين مات جوه البيضة بس الحمد لله طبعا قدر الله مش افعل وطبعا يا جماعة بعد ما انتم شفتم ازاي انا بعرف ازاي ازا كان البيض الجانين اللي جوه عايش ولا ميت الوقتي بقى هنبتدي ان احنا نشوف البيض اللي تحت البطة دي ونشوف البطة دي طلعت لنا كان بطاية ونشوف هنعمل فيهم ايه وهنشوف بقى يا تحتها الوقتي كان بيضة بسم الله ماشاء الله بسم الله طبعا البيضة دي بيضة هي باين عليها بصوا يا جماعة البيضة من فوق زرقة وهكسرها برضو معاكم شايفين اهو الجانين مكتمل جوه البيضة ها بس ميت زي ما حضرتكو شايفين الجانين اهو جوه البيضة ميت يعني مع الاسف يعني مش هقول لكم البيض يعني ما فيوش كسر البيض كله يعني البطة ديت ما كانش فيه غير هم بطين بس من الواحد وعشرين بيضة هم اللي كانوا فاضيين يعني كان تحتها التسعتاشر بيضة عمرانية بس الحمد لله انا ما كليش نصف فيهم بس يا دي الفكرة دي بيضة هي الجانين ميت جوه شوف تحتها اي تاني ديتان البيضة هي جماعة اكسرها برضو معاكم نفس الكلام اهو يا جماعة الجانين مكتمل وميت جوه البيضة اهو يعني شايفين الجانين ميت جوه البيضة يعني ما هوش عايش طبعا انا ورتكو ازاي بنوع في زا كان ميت ولا عايش نشوف تحتها حاجة تانية دي البيضة التالتة هي طبعا البيضة ده كله يا جماعة انا كشف عليه يعني انا مش بطلع كده عشوائي واللي هو بقوم راح عامل لقى البيضة كله انا كاشف عليه شايفين يا جماعة المنزر برضو ديت ميتة جوه البيضة اهي انا بحاول بس ان انا تلاعها معاكم وبرغم بصهم هوريكو حاجة في البطاية دي بالزات شايفين البطة كاملة يعني كانت خلاص هتطلع من البيضة بس مع الاسف مليش ناصف فيه وشايفين ما شاء الله يا جماعة حجم البطة يعمل ازاي برغم ان البطة دي اول عيش لها بس الحمد لله اللهم اصلا على النبي البيضة نفسها حجمها كبير ما شاء الله بس اقول ايه الحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل شايفين بقى البيضة دي ايه والبطة دي يا جماعة شايفين المنزر يعني الواحد يفضل مستني البطة دي يتفضلت تبيضة عندي واحد وعشرين يوم وبعد كده ترقض اتنين وتلاتين يوم وتبقى دي النتيجة يعني تلاتة وخمسين يوم انا قاعد مستنيها وما كلش نصف فيها تعالوا بقى نشوف لسه تحت دي جواد جنين صحي يا جماعة طبعا انا لا هفتح لها ولا هساعدها هي بقى تخرج مع نفسها اه انا سيبقى تحتها وهي بقى تخرج مع نفسها دي جنين صحي يا جماعة تمام طيب نشوف اطلعت لنا هنبخب بس من البطة دي اصلا لانها دا بيا شايفين ما شاء الله بسم الله الرحمة 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 طبعا البطة دي داي خشوية اللي هي دا هي لقيني بصهم السرة بتاعتها هما دول التلت بطات اللي هي جابتهم دي طبعا انا دي انا عارف انها هتموت تمام بس جايز ربنا ينفق في صورتها وتبقى زي الفل ودولة الرزق اللي جالي من عند ربنا يعني الحمد لله على كده اتقدر الله مش افعل انا راضي جدا بقضاء ربنا والحمد لله مش معطرد خالص هو دا اللي ربنا كاتبهولي هو دا نصيبي اه في البط اللي طلعلي فهو الحمد لله اه انا طبعا مش معطرد على قضاء ربنا هي طبعا البطة دي اللي مش مزبوطة اللي هي اللي دخل الجوة دي هي بتتحرك وكل حاجة بس تحسوها دايخة كده في نفسها او البطة دا ست على قبيتها لقبيتها تعاوجت والله ما انا عارف فاق بس هم دولت التلت بطتة همت يا جماعة اللي طلعوا لي الحمد لله وطبعا دي الرابعة الرابعة دي انا عايز افتح لها والله العظيم انا خايف وفي نفس الوقت عايز ان انا افتح لها بس هوريكو حاجة شايفين في دم لسه فطبعا كده انا عارف ان البط لسه ما اكتمالش فانا طبعا مش هفتح لها واسبها هي تخرج لوحدها تمام وطبعا انا اشير البط دا من تحت امه الوقتي وهبتدي ان انا اسد وهبتدي ان انا اسد علي علشان هي ما تخرجش برة هبتدي طبعا ان انا اسد عليهم علشان البط دي ما تخرجش برة وهانهي بقى معاكم الفيديو على كده اتمنى ان هو يكون عجبكم برغم ان هو ما فوش حاجة تاجب اه ولو بتشوفوا الاول مرة اشتركوا عندي في القناة وفعلوا زر الجرس عالكل عشان وصلوا كل جديد من عندي وان شاء الله دعوة بقى حلوة منكو كده ان ربنا يباركلي في البطة التانية اللي رأى ده والبطة اللي لسه هترقد كمان النهاردة ان ربنا يباركلي فيهم ويطلعوا على خير وربنا يعوضني في الخسارة اللي انا اخسرتها في البدء ويلا اشوفكم في فيديو جديد على خير